موسيقى لم تكن لتبدأ ساعات الصباح الباكر من يوم السادس والعشرين من مايو أيار عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين بالقرب من العاصمة الأردنية عمان وفي المدينة الأكثر أهمية بعدها الزرقاء وتحديداً في منطقة عواجان الغربي هنا في أحد الأزقة الضيقة لحي الملك طلال وفي هذا المنزل كانت الجثة ملقاة على الأرض ويحاول رجال الأمن الأردني اكتشاف ملابسات الحادث والذي لم يكن عادياً في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية موسيقى 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 في السادس عشر من يونيو حزيران عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين وصلت رسالة إلى مديرية الأمن العام في محافظة الزرقاء من شخص مجهول يفيد بأنه القاتل ويصف مسرح الجريمة بالتفصيل وأن سبب الجريمة قيام المغدور بالاعتداء جنسياً على ابنه كما وهدد المرسل بقتل بعض أفراد الشرطة على الفور تم أخذ البصمات منها ليتبين لدى الأجهزة الأمنية وجود بصمة غريبة على تلك الرسالة هي كانت الرسالة موجهة لرئيس شعبة البحث الجنائي في الزرقاء تم أخذ البصمات الموجودة على الرسالة من الداخل لأنه من الخارج منظفين البريد ونقلها وشي اسمه ولكن من الداخل واللعاب الموجودة على الرسالة من الداخل استطاعوا المختبر الجنائي استطاعوا أنهم يتوصلوا للبصمة البصمات معروفة أنه عندنا كل شخص يلو أسبقية يكون بصمات في إدارة المختبر الجنائي وإدارة المعلومات تم مقارنة هذه البصمة مضاهاتها تبين أنها تعود إلى بلال بدأ فريق البحث الجنائي يجمع معلومات من مسرح الجريمة واستجواب بعض الشهود في المنطقة قالوا إنهم سمعوا صراخا عاليا في منزل مروح عبدالجليل سلام وشاهدوا رجلا وامرأة يغادران المكان بسرعة متجهين إلى جهات غير معلومة تحركنا وكشفنا على الواقع الحقيقة بداية ما كنا نعرف ليه وين لأنه هو وحيد يعيش في بيته المجاورين كانين على ظهر السطح في عمارة فقالونا كان في شاب وفتاة وشكله أنيك في لباسه حتى شايفين بطلع عليهم من فوق طابق الثاني بطلعوا على دار الاختيار هذا الكبير فقال ليش تطلعوا علينا إحنا قرايب وجايين عنده هون زوروا وانت شو هادم عيب عليكو هم بهدلوا المجاورين يعني فظلين نرصد المخيم والجنعة على مدار فترة طويلة مش سهلة يعني لما أجل الشرطة وفتشوا البيت بطريقة مروعة تاني يوم أهله على بلال قرأوا بالجرائد أنه يوجد جريم القتل تم العثور على جثة رجل ستيني يدعم مروح سلامه صديق وأحد معارف بلال اختفاء بلال الإرباك والخوف اللي كان على بلال في نفس اليوم الذي قتل في مروح بالإضافة للجرح اللي كان بإيد بلال كل هذه الأمور مجموعة خيوط تشابكت صبت في بوتقة واحدة أن هناك أمر خطير قد تم تفيد التحقيقات بأن المشتبه به بلال موسى قد غادر الأردن بتاريخ الحادي والعشرين من أيلول سبتمبر عام ثمانية وتسعين بصحبة زوجته متجهين إلى نوابع المصرية ومنها إلى الجماهيرية الليبية وذلك بعد ثلاثة أشهر من وصول تلك الرسالة الغريبة إلى الأجهزة الأمنية اللي قادنا إله اللي فادنا كثير صيحنا بنبحث ونتحرر ورح نصل يعني لأقل الرسالة اللي هي أبعثها ليش ليش أرسلها من المفرق حتى شتت تحقيق لأنه الجاني مش موجود في الزرقة لا دوروا في الزرقة لا لا لأنه عارف أنه إحنا قربنا نصل له فود الرسالة يعني على مسرح جريمة يعني عام له هو كامل الأجهزة الأمنية نتيجة التفتيش وجدوا رسالة بين سوزان وزوجها بلال اللي صار زوجها فيما بعد هذه الرسالة بطلب منها أنه يطلعوا ويسافروا على مصر ومن مصر على ليبيا فالأجهزة الأمنية اعتقدت أنه هذه الرسالة أو هذا العلاقة اللي كانت تربط بلال وسوزان علاقتهم زوجية أنه هي الأساس لما هو موجود عندهم الأجهزة الأمنية كيف؟ أنه هذه الرسالة كشفت حسب ما تقول الأجهزة الأمنية أنه القضية مقتل مروح كان فيه اتفاق بين بلال وسوزان عليها وتوقع أنه يطلع عليبيا وما نصل لنتيجة فيه وخلص خارج البلد صعب أنه ينجاب ما أتوقع أنه يطلع فريق ويجيب ويتم التنسيق ما بين الحكومة الأردنية الدولة الأردنية والدولة الليبية وتم تنفيذ الأمور وتسليمه من الحكومة الليبية للحكومة الأردنية أرضوا الاتفاقيات الموجودة وهو ليس مواطن ليبي فمن السهل جداً كونه مواطن أردني من السهل جداً أن الحكومة الليبية تسلموا كونه من رعايانا التحقيقات بدأت مع بلال وسوزان حول مقتل مروح سلامة وبحسب وثائق الأجهزة الأمنية فقد اعترف بارتكاب الجريمة فور بدء التحقيق معهما في يوم الجريمة دخل إلى منزل مروح والمكون من غرفة ومطبخ وحمام وساحة سماوية وذلك في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا وكان بحوزة بلال سكين يخفيها تحت معطفه لتنفيذ ما صمم وخطط له وأخبر بذلك سوزان قبل وصولهما إلى منزل الضحية كان الهدف من الزيارة هو الاحتفال بعيد ميلاد سوزان هناك استقبلهم مروح بتحضير الشاي لهما وبدأ بعدها الاحتفال بعد تناول الكعكة توجهت سوزان إلى الحمام في الخارج فيما ذهب بلال إلى المطبخ لغسل يديه ترجمة نانسي قنقر عالت الأصوات في المكان وجاءت سوزان وحاولت مساعدة بلال بإغلاق الشباك وتنظيف المكان وتغيير ملابسه فوضع ملابسه المخطبة بالدماء في كيس وسرع بلال بعدها بغسل يديه وسرق بلال مبلغ 31 دينارا ثم لاذا بالفرار تاني يوم بالليل كان عامل هو جوابين الجواب كان لنا وجواب كان مدينة مدرية الأمن الجواب اللي إلنا يعني أبي العزيز أم العزيزة كذا أنا صحت لي فرصة عمل بليبيا وأنا مسافرت ما جاء بصيره ما أتحدث عن اللي صار بموضوع مروح بس وجدوا رسائل بين بلال والسوزان هذه الرسائل أخذوها أنا ما أبعرف شو فيها بصراحة بعدين حققوا مع الكل أهل بلال ما خبوا عن الشوطة شيء وقالوا لهم إنه ابن روح في حالة يرضى لها وكذا وكان مجروح بيد وكان 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 ما خبوا عنهم شيء طبعا التحقيق أول ما يجوا من غاد بتم عزلهم عن بعض يعني هذا بتحقق معه لحال وهي بتحقق معه بعض المرات نحتاج للمواجهة في التحقيق إنه يواجه بعض تم التحقيق إنه جوزك أعترف وأنت كذا 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 وهي ما أبدت إنه على طول إعترفت إنها اشتركت تي وجوزها اثنين كيف إعترفوا طبعا اختيارهم؟ بالقانون إذا بتحجز شخص لأكثر من 24 ساعة من تاريخ أخذ الإفادة تعتبر كل أقواله باطلة إنت لما تخليه عندك شهر وشهرين يعني بتاريخ استلام بلال سوزان من ليبيا وأحضاره الأردن وأحيله إلى المدعي العام وأحيله إلى المحكمة كانت فترة أسابيع وأشهر كانت الرسالة الأساس في حل اللغز حقيقة ودناها لإدارة المختبرات الجنائية بلغنا بعد ثلاث أيام إن وجد عليها بصمة لما سكر على الرسالة بالمغلف بصمته جاي بين اللاصق والكادة فطلعت لواحة اسمه بلال وبلال هذا عليه قضايا قضية شروع بالقتل في الزرقى تم هذا الحكي على أساس قضية مروح فقط لا غير وفوجئ بلال وسوزان إثناء إجراءات التحقيق معهم إنه سؤالهم عن الصليحة مكودي عن العمايرة عن كذا واحد فجأة صدموا أهله وجدوا صورة بلال وسوزان على الصفحة الأولى متهمين بارتكاب ست جرائم قتل طبعاً هذا الخبر كان نزل على أهله كالصاعقة الشرطة دعتنا لمؤتمر صحفي عشان يعلنوا عن هاي القضايا كان أول مرة بيحكونا مين كل ضحية والأسماء في واحد اسمه بلال واحد اسمه سوزان وعم بدخلوا ع بيوت الناس وبيقنعوهم وأتلوهم طبعاً الشرطة وصفتهم لبلال وسوزان هم قتل متسلسلين أهله كانوا حسين متبرط بقتل مروح هل هو دفاعاً عن النفس دفاعاً عن الشرف لأي سبب آخر المهم أنه هم كانوا مهيئين نفسياً أن بلال متورط بجريمة قتل واحد أما أنك تفاجئهم أن بلال مرتكب ست جرائم قتل هو هو سوزان معاً كيف رجل وزوجته يعني يعني يرتكبان جرائم قتل وحشية بهذه الصورة يعني هذا أمر جديد على المجتمع شكلت هذه الجرائم تحولاً جذرياً في المجتمع الأردني ليس بسبب عدد الجرائم وحسب بل بالنظر أيضاً لنوعية الضحايا والتي كانت غالبيتها إناثاً بالإضافة إلى رجل ستني وطفل رضيع بعد أن نظرت محكمة الجنايات الكبرى في الدعوة واستمعت إلى أدلتها وبياناتها استخلصت وقائع تلك الجرائم الضحية سعاد فريد وعمرها أربعون عاماً منطقة إسكان الروضة في ضاحية الرشيد كانت مسرحاً لتلك الجريمة في الخامس من كانون الأول ديسمبر عام أربعة وتسعين أقدم بلال على مراقبة سعاد فريد حتى عرف موقع سكنها وبعد أيام عاد مع زوجته سوزان عندما فتحت الباب طلبا منها كأساً من الماء فهاجم بلال الضحية بسرعة بواسطة السكين ليطعنها عدة طعنات في أنحاء جسدها واستمر بالطعن على رأسها فانهارت على الأرض ثم لبس القفازات وأخذ أشرطة كاست وفيديو ومبلغ أربعين ديناراً وسلسلة من الذهب وقام بمسح البصمات بواسطة قطعة قماش ثم غدر المكان بسرعة الضحية التالية مهى المصري وجنسيتها مصرية وعمرها ثلاثة وعشرون عاماً في السابع والعشرين من آذار مارس عام خمسة وتسعين في منطقة شميساني وبحدود الساعة العاشرة صباحاً وصل بلال وسوزان إلى شقة المغدورة مهى ووجه بلال لها عدة طعنات بالسكين في رقبتها وصدرها ثم قام بخنقها وبعدها قتل طفلها الرضيع لبس القفازات وسرق مبلغ مئة وثمانين ديناراً وسلسلة من الذهب الضحية ربيع أبو ركبة وعمره ستون عاماً في الرابع من آذار مارس عام سبعة وتسعين بوسط العاصمة عمان وفي حي الطلياني دخل بلال وسوزان إلى مخمرة الموز ووجد المغدورة يقف في منطقة الحمام والموجودة داخلها وظهره باتجاههما ولم يشعر بدخولهما فأخرج بلال السكين وقام بطعنه في ظهره حتى سقط على الأرض ثم طعنه في صدره حتى الموت وسرق منه مبلغ أربعة وعشرين ديناراً قبل أن يعود إلى عمله وكأن شيئاً لم يكن الضحية إيمان العميرة وعمرها ثمان وثلاثون عاماً في منطقة الهاشم الشمالي في السابع عشر من آذار مارس ثمانية وتسعين دخل بلال وسوزان بيت الضحية وعرف عن نفسيهما بأنهما يعملان في مؤسسة للإجازات وقامت إيمان بتعبئة استبيان للدخول إلى مسابقة من أجل الفوز وما أن انتهت حتى انقض بلال عليها وقام بقتلها بالطعن حتى الموت الضحية التالية هي صالحة مكودي وعمرها ثلاثة وأربعون عاماً وجنسيتها جزائرية وتسكن في منطقة قريبة من الجامعة الأردنية في إسكان الجامعة بيجوز في الرابع من أيار مايو ثمانية وتسعين وبنفس الطريقة قتلها بلال بالطعن المستمر ثمان عشرة مرة حتى الموت وسرق مبلغ ثلاثمائة وثلاثين ديناراً موسيقى بعد تقريباً بشهر رجوع عملوا كمان مؤتمر صحفي الشرطة وحكوا إنه كمان مسؤولين عن كمان خمس جرائم فأنا بالنسبة إلي شوي حست إنه شوي غريب الموضوع شوي تقيل يعني إنه 11 جريمة 12 ضحية المجرم هو مريض نفسي عنده نقص نفسي فظول عندهم يعني تركيبة فسيولوجية في أجسامهم في عقولهم في ناس بحب منظر الدم في ناس بعض مرات بقتل ليس له هدف بس المهم يقتل في ناس انتقاماً لما في ذاكرته هذا الشخص مهوس في القتل يعني ما بفرق معه شيء أصبحت عنده كحالة من التكرار يعني والتعود إنه يفتغل هيك لكن هل كان هذا الفعل الذي أدى بهؤلاء الضحايا إلى الوفاء هل كان هذا الحكي نتيجة قاتل متسلسل يعرف ضحاياه ويعرف مقت خروجهم ودخولهم وين بيوتهم وكيف هم معايشين إذا كانوا في بحبوح عمل العيش أو لا في السادس عشر من كانون الثاني يناير أربعة وتسعين كانت جثة المدرسة في فاطمة جميل وعمرها عشرون عاماً ملقاة في منطقة أحراش بيرين المهجورة بالقرب من الزرقاء وكانت في حالة تعفن شديد منذ عدة أيام وصل فريق التحقيق الجنائي إلى مكان الحادث ليعاين الجثة والتي تبين لاحقاً من خلال اعترافات بلال وسوزان أنها كانت إحدى ضحاياهما موسيقى جريمة القتل حدثت في السيارة بعد أن ركبت الضحية معهما ليوصلها إلى البيت موسيقى 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 في الرابع من تشرين أول أكتوبر خمسة وتسعين ركب بلال وسوزان باصات الزرقاء إلى ما قبل إشارة المدينة الرياضية وسارى إلى منطقة عرجان وعندما دخل بيت لينا برقان وعمرها اثنان وعشرون عاماً شعرت الضحية أنها في خطر شديد فأحضرت المسدسة من غرفة نومها تسلل بلال وهاجمها من الخلف واشتبكى قبل أن ينقض عليها فقتلها على الفور وصرق منها سلسالاً من الذهب موسيقى موسيقى في منطقة عبدون في العشرين من حزيران يونيو عام أربعة وتسعين دخل بلال وسوزان إلى شقة ليلى الشاعر على أنهما يعملان في مجلة دعائية واستمر الحديث بين ليلى وسوزان لتحاول إقناعها بشراء بعض المجلات موسيقى بلال حاول التصرف بشكل طبيعي وبشكل يبعد عنه الشكوك فطلب استخدام الهاتف الأرضي موسيقى انتظر بلال اللحظة المناسبة ليباغت ليلى بسلك الهاتف قاومت وبشدة موسيقى اشتد الصراع بينهما وفي النهاية لقيت ليلى حتفها موسيقى 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 سرق بلال وسوزان من شقتها خاتمين وسلاسل وأساور موسيقى موسيقى كان جارا لهما في السابق ويتردد إلى منزل سوزان ويعطي والدتها النقود قبل أن يغادر المكان إلى الأزرق ليعيش هناك ومن شدة غيرة بلال عقد العزم على قتله وعند وصلهما إلى هناك باغت المغدور بعدة طعنات بالسكين في بطنه ثم لف قماشا حول عنقه وخنقه حتى فارق الحياة في الثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام خمسة وتسعين وفي منطقة جبل الحسين في عمان وبحسب اعترافات بلال وسوزان فقد وصل إلى مكتب رجل الأعمال ناجح الخياط ابن الستين عاماً بنية سرقة ما عنده من نقود وقتله في البداية كان الحوار هادئاً وعرف بلال الضحية على سوزان بصفتها خطيبته ولكن سرعان محتد الحوار ثم غادر إلى غرفة النوم الملاصقة لمكتبه وفي لمح البصر انقض بلال على ناجح وألقاه على الأرض ثم طعنه بالسكين وليتأكد من موته أخذ الكرسي وضربه على رأسه بقوة ليفارق الحياة على الفور شوي لقيت أنه غريب يعني أنه الأسلوب القتل مش نفسه يعني دائماً قائل قتل المتسلسلين بستعملوا نفس الأسلوب مثلاً إذا كانوا بستعظموا مسدس بكون خلص كل جرائمهم مسدس يعني حسيت أنه غريب يعني أنه مرة بطخوا مرة بطعنوا مرة بأداة راضة فيعني كانت فيه تنوع بأسلوب الجرائم وحتى بالضحايا يعني جرائم القتل إذا تنوعت دائماً يكون الهدف فيها مادي ليس الهدف فيها مثلاً أخذ بالثار أو قضية عرض أو قضية مشاجرة أو خلاف مادي أو شراكة اختلفوا عليها هذول سهل يعني ما بطولة لما ينكشف هو بحاول يستخدم أكثر من أسلوب لشان يخفي معالم جريمته أو أسلوب ارتكابه لجريمته القضية أخذت رأي عام محلي بشكل كبير جداً وصار فيه تأثير من الشارع صار كل واحد هو قاعد يقول ممكن هاي إجاد دقة على باب بيت وأنا ما بعرفها فصار فيه احتقان بالشارع بالمناسبة الاحتقان هذا سببه الإعلام اللي كان لم يكن حيادياً بطرح القضية أنا بالنسبة إلي كصحفية كنت أحضر الجلسات كلها يعني لقضية بلال وسوزان كانت محكمة الجنيات زمان بقصر العدل بالطابق السفلي وكان يعني غرفة بستدخل عليها فيه أفص هون على الشمال وأفص على اليمين والمحكمة بالنص وإحنا قاعدين هون فكان بلال هون واقف وسوزان بالو ما كانوش خايفين ما حستهم كانوا خايفين ما كان فيه ما كان فيه رعب لما كان يروحوا على المحكمة كنت أحسهم هم لما يتطلعوا واقع بعض أو وبعد بلال وسوزان ارتكبوا 11 جريمة قتل وفيه 11 موقع مختلفات مش في حي واحد أو في منطقة واحدة وبأوقات متفاوتة بسنوات برت على الجرام بدهم يتهربوا دالما يؤكب الـ 11 إعدام وقول لك لا أبو أقول لي إعدام عقوبة إعدام واحدة بجوزة أطلع منها مؤبد أنا بعطيها وفق حكام المادة 98 المادة 98 بدي بولك استفيد فعل الجريمة التي أقدم عليها تحت تأثير ثورة الغضب بشرط أن يكون مثاراً كان على درجة كبيرة من الخطورة بحيث أن المتهم أو الجاني أفقدوا هذا الحكي تركيزه وقدرته على التمييز ما بين الصح والخطأ أثناء الحديث عن ظروف التحقيق طبعاً تناولنا كل ما يتعلق بالجريمة أو بظروفه الشخصية وعلاقته بسوزان علاقته بالقضايا وهو ذكر لي هو ارتكب جريمة واحدة واللي لما أنا حصلت على صورة من الملف من الأستاذ زياد النجداوي كمان كنت أحدى جلسات المحكمة هاي القضية هو ارتكبها وفق الرواية تحت ثورة غضب شديد لأن الشخص الضحية أو المجلية عليه كان يحاول الاعتداء على سوزان وسوزان في ذلك الوقت كانت زوجته لبلال هذا الأمر أدى إلى ثورة غضب أو على الأقل قتل عادي وليس قتل عمد بمعنى أنه مخطط بهذا القتل قضايا مثل هيك اللي يستفيد فيها الفاعل من العذر المخفف نتيجة ثورة الغضب أو بين قوسين ما يسمى جرائم الشرف كان بلال في هذه القضية تواقع تحت تأثير هذا الصورة بالتالي ما كان فيه إعدام المنفوض عليه المحكمة أنا حسيت أنه من اللي شفته والقرارات واللي غطيته ما حسيت أنه كان فيه أدلة غير اعترافاتهم كمحققين بجمع معلومات واستقصاع معلومات وجمع المعلومات بهمنا الدلال ولكن من خلال معطيات التحقيق ومن خلال اعترافاته ومن خلال تمثيله للجثة إذا توصلت المحكمة للقناة الوجدانية أنه هذا مرتكب القضية فالمحكمة تكون بحكمه على ذلك بعض القضايا كان فيها بصمات لا بد المجرم ما يترك أثر يعني إنسان مقبل على الإعدام وبقول لك أنا ما بعرفش هذا كل هالناس دولا أنا قتلت مروح فقط لا غير وبعترف بهذا الحكي وهو مقبل على الإعدام أنا شفته قبل سوء ما ينفذه فيه بالمناسبة وتنقشت نوية قل لي والله لا بعرف صليحة ولا بعرف إيمان عمايرة ولا بعرف لنا برقان ولا الشاعر ولا فلان ولا فلان كل ما بعرف كنت موجودة لما انحكموا بلاله سوزان ما بتذكره أنه عمله أي ردة فعل ما صح أنه نتعرف على أهل بلاله سوزان فممكن كانوا يكونوا بالمحكمة بس إحنا ما نعرفهم بس عادة عادة يعني من خبرتي بالمحاكم مش كتير كان يجي ناس على المحاكم أصلا يحتر مع إنها المحاكم علنية طبعا ولكن ممنوع الاحتكاك وممنوع إنه حدا يحكي مع حدا احتراما طبعا للقاضي واحتراما للجلسة واحتراما للمحكمة وهم كانوا يجيبوهم عطول يعني بس تبدأ الجلسة كانوا يجيبوهم ما كانوا يجيبوهم قبل في كل التهم تم تجريمه تمت إدانته حكم عليها بالإعدام على كل قضية حكم بإعدام إعدام 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 حكم على زوجته حكم واحد بالإعدام لاحقا طبعا التمييز نقضت هذا الحكم وعدلت على سوزان القتل عمد بالاشتراك إلى تهمة التدخل بالقتل ودمجت جميع أحكامها أخذت حكم موحد اللي هو المؤبد أما بلال نفذ في حكم الإعدام حتى أنه نفذ الحكم يعني وكان لسه في عالي قضية أو قضية لم يظهر فيهم القرار نفذ في الحكم في صباح يوم الخميس السابع من شهر كانون أول عام 2000 ثم أزل السفار على هذه المأسايا لكن هذا السفار أزل من جهة الحكومة جهة الأمن، جهة القضاء لكن بالنسبة لأهل بلال الآن دخلوا في مرحلة جديدة مرحلة من الحزن مرحلة من الإحباط واليأس الخذلان أمه رحمه الله تعالى دخلت في حالة عميقة من الحزن وستمرت حزينة عشر سنوات متتالية إلى أن فارقة الحياة بلال شأنه شأن جميع الأطفال يعني هو من وليد الزرقاء عام 72 نشأ في أسرة فقيرة والده كان بالجيش عسكري راته قليل كان مولع برسل في سن الثالثة عشر من عمره أو الرابع عشر من عمره فكان يعني حسن دخله يعني نوع من أنواع تحسين الداخل أنه كان يشغل في مجال الدهان نتيجة عامله مع الألوان كان مبدع في هذا المجال رغم أنه لما كبر ودخل بالكلية يعني درست محاسبة فصار يعني الطبيعي إذا عمله يعني مشكلة وكان آخرها شركة في منطقة بالصوفية لتسويق المنتجعات السياحية كان حتى كثير الرحلات والمزه أنا أحب البسط والكيف يعني هو كان ذكي طموح كان نشيط أصحابه بشكل عام كانوا الشباب مش متحمل مسؤولية حب الفرفشة يعني من هالشاكلة يعني بيلال تربطوا علاقة بسوزان جرتنا فيش مودة بين عائلتنا وعائلتهم الإضافة إلى ذلك أنه سوزان كانت أكبر من بيلال عمرا بهادين سوزان تزوجت من ابن عمتها والمصيبة أنه ابن عمتها كان ساكن جمنة أسطوح على أسطوح كلما يعني سوزان كانت تكون على أسطوح بيلال كان بسهولة نشوفها ترتب على ذلك زوجها عرف ودخلوا أهله أنه يعني بيلال يبعد عن سوزان وإحنا قدمنا لهم تعهد بهذا الكلام هدت الأمر شوي طلقت سوزان من زوجها الأولاني وبعد ما انتهت عدتها تزوجها بيلال بالفترة الأولى كانت تزوجها بعاقد عرفة أتوقع إن شهرين ثلاثة فقط فهو عشان يحطنا تحت الأمر الواقع تزوج زوج رسمي طبعا بالفترة هي لأنه ما كان عنده بيت فبالتالي كان كل دخله هين روح على البسط كان يطلع مثلا مع سوزان كثير وروح ويجي صبر استوديو حفلات ورحلات وكذا وإحنا ما نعرف معروف يعني على مستوى الحي أنه بيلال وسوزان على علاقة عاطفية يعني هي بدها بيلال وبيلال حاول يقنعنا من الأول بس إحنا كنا رفضين طبعا لحد ما جاء اليوم المشؤوم كان يوم عيد ميلاد سوزان وكان الاتفاق بيناتهم أنهم يحتفلوا فيه عند في بيت مروح سلامة على علاقة صداقة بيلال يعني كما قال بيلال بالتحقيقات يعني احنا ما كناش مطلعين يعني أنه هو تذكر شغلة بده يجيبها من البقالة طلع ورجع فاجأ بأن صديقه يعني بتحرش بزوجته فهجم عليه وقتله فتحولت الحفلة هذه إلى كارثة طبعا زوجته طبعا صار محا انهيار عصبي لما عرفه طلت في حالة من الحزن الشديد اتهت بها بوفاتها جلت قاتل على القلب وفيت رحمه الله عمان والمحافظات بعمومها تنفست الصعداء بعد إعدام بيلال شنقن ووفاة زوجته سوزان في السجن لكن ذلك لم يدم طويلا الحقيقة أن الحزن تضاعف بشكل كبير في عام 2005 عندما يعني جاءت الصدمة الثالثة أن هناك شخص يدعى زهير الخطير احترف على جريمة قتل لشخص يدعى ناجح الخياط في جبال حسين هذه الجريمة أدين عليها بيلال وحكم عليها بالإعدام بها يعني من نفس القاضي الذي حكم بيلال بالإعدام على نفس الجريمة هذه القضية أيضا اعترفوا فيها بيلال وسوزان وقاموا بتمثيلها في مصرح الجريمة في جبل حسين وكانت هناك مجموعة من الدلال والاستدلالات والأدلة القاطعة دلالتها على قيامهم بارتكاب هذا الفعل تجاه ناجح الخياط الذي اعترف فيه لاحقا عام 2005 هون وقتيها صار فيه ارتفعت الإشارات الاستفهام أكتر إنه طب إذا فيه غلط بهاي شو ممكن يكون بالقضايا التانية فهاي صارت قصة عليها طبعا ونكتب بكل الجرايد ومنظمات حقوق الإنسان تبنت الموضوع ونكتب كثير عن الموضوع طبعا الحكومة كان ردها وأنا كتبت الخبر إنه ردها إنه رح يدرسوا الموضوع وهذا كان الوحيد للحكومة حكته الدلائل الأخرى اللي هي البصمات أيضا لم توجد أي بصمة لبلاله سوزان وعللت الأجزاء منه كانوا يرتدوا القفازات مسرح الجريمة يعطيك للثين الحل ولذلك إحنا لما كنا نتخبر نقول فقط أحرص المكان حتى نصل فبطلع معنا للمختبر الجناية بطلع معنا لنباحة الجناية وبطلع معنا لكله بتوزع كل واحد بشغله صار فيه عبث بمسرح الجريمة صار فيه اختلاط بالأدلة صار فيه وجود أكثر من بصمات بالأدلة المفروض من ناحية قانونية إنه إخبار المدع العام باللحظة التي يصل فيها إخبار إلى الأجهزة الأمنية المدع العام بحضر ما عمره بيّن عنا شيء أنه يلعب بأدلة بحياناً الدليل بروح أو بصمة بجهل يعني عدم خبرة تكون يعني المواحد بيجي بحط إيده على جو يعني لما بتتخبر بجريمة بحياناً بطلع ناس مش معانيين في الأمو يعني ما عندهم الخبرة أو الخلفية كيف يحافظ على مصر على الجريمة لكن للأسف اللي بنشوفه إنه المدع العام بحضر في آخر شيء بعد ما تكون الشرطة قد أنهت كل عملها بيستدعو المدع العام المدع العام بطلب إذا كان في قضية جثة بطلب إجراء الكشف بمعرفة لجم لطباء الشرعيين وتبع المختبر بدخل وأنا بتفرج عليه زي ما سويت وأنت هو عندي ما إنه دور إلا باستخلص المختبر بأخذ بصمات بأخذ العيار الناريب بأخذ سلاح الجريمة اللي هو بعدين بنبلش إحنا نشتغل على ضوء الحكاة أما ما عمره صدف إنه لعب ناس في الصحة الجريمة ما صعب في التاريخ اللي بنعام 11 جريمة 12 ضحية أسليب مختلفة بالقتل يعني هدول مش قتل المتسلسلين بيحكوا إنه بدهم يشرقوا طب في ضحايا ما نسرق منهم إشي فهل هم فعلا قتل المتسلسلين؟ هل هم بقتلوا بس عشان بدهم يقتلوا؟ هل هم مبسوطين إنهم عم بقتلوا؟ هل هم عم بشرقوا؟ هل هم تعرضوا للتعذيب؟ أنا بلال احترف قل لي أنا قتلت مروح وما بخجر من هذا الموضوع لكن عملية إحضارهم من ليبيا وخضوحهم للتعذيب والضرب والشبح وعدم النوم والتهديدهم بأهلهم أدى ببلال وسوزان إنهم يعترفوا بالجرائم لو اعترف نتيجة الضرب يطلع براءة إذا ما مرتكب القضية لأنه أول ما يروح عند المحكمة يقول أنا تعرضت للضرب والمعلومات اللي بيعطيها تكون غير دقيقة ولكن القناعة الوجذانية والأدل والبراهين اللي كانت موجودة في القضية والقرائن اللي موجودة في القضية هي اللي وصلت لحبل المشنقة طبعاً إحنا في الحكام الجزائية دائماً في قاعدة في الأردن والشك يفسر لمصلحة المتهم وبالتالي إنه مجرد وجود شخص أخ شخص وهذا بيعطينا مؤشر أنه قد تكون كل الجرائم اللي اعترفوا بارتكاب سوزان وبلال هؤلاء لم يرتكبوها ولكن تم إجبارهم على الاعتراف بارتكاب هذه الجرائم من خلال تعذيبهم سوزان كانت حامل بلحظة تسليمها وإحضارها إلى الأردن كانت حامل تم إجهاضها من كثر التعذيب هذه جريمة على فكرة لكن لم يتم فيها وجود دليل على أنه تم إجهاضها من قبل الشرطة أو بسبب التعذيب هاي كانت اسلوب قديم يستخدمون المحامين مع احترامي لإقواننا المحامين في كل مواقع يقولوا للمجرم يقول إنهم ضربوني فإحنا كنا أي مجرم قبل من حوله للمدلام أو للمحكمة نطلب من المدلام عرضه على الطبيب الشرعي نجيب له تقرير الطب بشرعي إنه لم يتعرض للضرب ولا يوجد لي أي أثار هو بالنسبة لباقي التهام حكا لي إنه مرتكب الجرائم الأخرى وإنه لما طلب منه تمثيل الجريمة كان يُعطى تفاصيل الجرم إنه كيف كان ارتكاب الجريمة وهو بالفعل طلب منه إنه يقوم بتمثيل الجريمة وأنا سألته يعني باستغراب إنه كيف أنت بتمثل الجريمة أنت ما قمت بارتكابها حسب ذاكرتي إنه كان هو في حالة ارتباك عند طلب منه إنه تمثيل الجريمة بعد ما تتم أخذ أقواله بتم الانتقال لمسرح الجريمة اللي هو تمثيل كيفية ارتكاب الجريمة وبتم تسجيل والتصوير لما لا تمثيل الجريمة وتمثيل الجريمة يعتبر دليل في القضية بحسب تحقيقات الأجهزة الأمنية في كيفية مقتل ناجح الخياط واختلاف روايتي بلال وسوزان من جهة وزهير الخطيب من جهة ثانية تبين للمحققين بأن رواية بلال وسوزان هي الأدق وبالأخص الجزئية المتعلقة بضرب بلال الضحية بكرسي للتأكد من مقتله بينما ادعى زهير استخدام الشاكوش وهو ما خالف الأدلة الجنائية وعليه لم تأخذ المحكمة برواية زهير وأسقطت عنه تلك التهمة ولكن بقيت بحقه تهمتان وحكم بالأعدام الكشف الدلالة ما بعطيك الوضع الصح نفس الجاني ما بعطيك إياه عدة مرات بتطلع كذا حتى يتوهاك صارت يعني عدة مرات معنا يعني يتعبنا كثير كثير لأنه كشف الدلالة هي تثبيت إله في هذا الاعتراف اعتراف غير قانوني غير أصولي لم يكن في محله لم يكن في محله من قبل زهير القضيب الدفعة الثانية كان فيها جرائم ارتكبت بتواريخ تسبق تواريخ جرائم الدفعة الأولى منطقيا المفروض أن يعترف عليها بالفوج الأول ما في إنسان بارتكب جرائم ينسى جرائمت الأولى أبداً الفترة الزمنية هذه أتوقع باعتقاد الشخصي أنها تعطي للأجهزة الأمنية مزيد من الحركة حتى تتوصل إلى الفاعلية الأصليه لكن القائل قبض على بلاله سوزان حط الأجهزة الأمنية أمام باعتقادهم فجر حلو استطاعوا فيه أنهم يعملوا تمثيل للجرائم ويعملوا تطابق بين الإفادات إلى أن تم حشر سوزان وبلال بهذا الكم الهائل من القضايا لأن المطلوب كان هيك حتى أنا أنهي القضايا المعلقة من تاريخ فترة التسعينات من القرن الماضي بدأ نهيها إما حقيقة أنه يتلبس قضايا 12 لا يمكن يقدم جهاز الجهاز الأمن العام الأردني على أنه يلبس واحد قضايا هذه أمانة بعدين إحنا كيف بدأ يطلع ما بيطلع قاعد معك ومع المدالة العام بيعمل كشف دلالة معك المدالة كلها نياب العام كلها معهم كيف بدأ يلبس قضايا ويجيبون قضايا أنا موجود لتحقيق العدالة وموجود حالف يميم أمان رب العالمين مقسم أني أحافظ على عراض الناس وأموالهم أنا كيف أقتل إنسان مشان أني أسكر قضية قتل أو أسكر قضية سرقة أو ما شابه ذلك كيف أنه أنا بدي أربط هذه الأحداث كلها بدي دليل ما يعني لما يفقد الدليل معناته ما في جريمة والله بلاله سيزان تم تلبيسه مع القضايا تلبيس أنا أعتقد أنه كان فيه تحامل عليه وأنه القاضي لم يكن مصف معه لم تستخدم يعني في حقه قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم لم ينفذ معه قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته أن يدان بريء بارتكاب جريمة هي من الخنسة المية أنا أعتبره أخطاء جسيمة وهو انتهاك صارخ لحقوق الأشخاص اللي بيكونوا تحت الاحتجاز أجوبت المسؤولين والمسؤولات عن فكرة أنه ممكن بلال عدم خطأ لأنه كان فيه قضية عليها دساؤلات اللي قضية تناجح خياط كان جوابهم أنه خلص همه ما هو أتى الواحد أنه يعني إحنا ما أعدمنا شخص غلط بس السؤال اللي بيبقى أنه إذا الله صمح الله ما إلهم دخل ببعض الجرائم اللي صارت فهذا بيعني أنه فيه ناس بالمجتمع بناتنا مسؤولة عن هاي الجرائم وما تحبوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة